تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه الإمام والترمدي حديث بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه الإمام والترمدي قال المبارك فوري رحمه الله تعالى قوله فإنهما ينفيان الفقر أي يزيلانه قال وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد والفقر الباطن بحصول غنى القلب قال وقوله بالحديث تابع قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن في عمره صلى الله عليه وآله وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى